امام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي ماثولة الاربعاء ريكس تالرسون وزير الخارجية المعين من قبل رئيس المنتخب دونالد ترامب في جلسة استماعا سيطر فيها ملف العلاقة الوثيقة بين تالرسون الرئيس السابق لشركة ايكسون موبيل النفطي العملاقة ورئيس الروسي الوديمير بوتين الذي باتت سياسته تشكل تهديدا للنيتو روسيا اليوم تشكل خطرا ويمكن التنبؤ بما تقوم به في سبيل مصالحها لقد اجتاحت اوكرانيا وضمت شبه جزيرة القرم ودعمت القوات السورية التي انتهكت بشكل معشي قوانين الحروب حلفاءنا في حلف الناتو لديهم الحق في القلق والحذر من عودة روسيا ورفض تالرسون ان يعتبر بوتين مجرم حرب في رده على سؤال للسناتور ماركو روبيو الذي عدد فضايع بوتين في حربيه على الشيشان وسوريا وخصوصا بمدينة حالب كما دعا الى حاجة امريكا وقف اعتبار روسيا خصما دائما